عشان بيجولك بقى هم بعد ما يروحوا يعملوا اه شعورهم برا بتتدمر بصراح اللي بيعملوا في نفسهم طبعا شعورهم بتتدمر طبعا برا بيجينا شعور حل كانة طبعا فيها تلف كبير جدا ودي بقى الحمد لله بفضل الله اللي قدرنا ان احنا نسيطر على الحتة دي ان انا ازاي افرد شعري بطريقة امنة وفي نفس الوقت ما يكونش فيه فورمالين ويكون طبعا البديل ايه البديل هو ان احنا كمكتب علمي اشتغلنا على تشريح الشعرية وحيلك دلوقتي لو فيه فورمالين عشان فيه ناس كتير تقولك لا هو لازم يبقى فيه فورمالين علشان يفرد الشعر الناس فهمة كده لا يا جماعة الشعر نفسه لو فيه فورمالين كان زمان المادة دي موجودة عندنا المادة دي نفسها مادة الفورمالين موجودة في الشعر فكنا استخلصناها وحطناها لا مش موجود ربنا نخلق وعلى فكرة هقولك على حاجة دلوقتي عالميا بيقولك انه مصرح بجزء من الفورمالين انك تحطيه لا لا طبعا انت بتخذي لا خالص منتجات وعلى فكرة لو فيه فورمالين انا ممكن انه انا قاعدة بحرك اقناعك انه هو كويس المشكلة صح الاقناع صح ولكن اه ولكن لا ولكن لا هو فعلا مفوش فورمالين وده بترخيص وزما ينفعش اقعدة مع حضرتك وقالك انه هو مفوش فورمالين هو قريدي فيه دي كارسي لكن احنا عادين دلوقتي بنقول انه هو خالي من الفورمالين فورمال دايد وعملنا المعادلة الصعبة اللي هي ان احنا جبنا المكون الاساسي لفرد الشعراء هو الكريتين اصلا انا كنت لسه هقولك الشعراء النعمة لفرق ما بينها طريقة عمل البروتين اللي حضرتك بستخدمي او ارجانيكا بتستخدمه في الشعراء ومدى وجوده في الشعراء بيستمر قدقي هو انا عايز اقول حريك على حاجة دلوقتي لما تدي علاج لحاجة مش المفروض انه بيبقى فيه اعراض وبيبقى فيه حضرتك اخدتي في الطب حاجة اسمها تشريح وعرفتي ازاي ده بيشتكي من ايه وده نقصه ايه وده عشان عوضه لو حد عنده نقص فيتامين زي الأنيميا وزي الحاجات دي كلها مش بتعوضي ده بحديد ايه صح عشان الحديد عندك يترفع والهيموجليمين يبقى كويس لو عندي نقص فيتامين دال ده بيحصل طب الشعراء المجاعدة عندها نقص ايه في الكريتين ده 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 طبيعي اشتريحي الشعراء نفسها لو الشعراء نعمة الكريتين فيها كويس جدا ونسبته كويسة جدا هو ده طيب يقل معي يبدأ الشعراء تبقى كرلي تبقى ويفي تبقى نجرو الخشنة خالص اللي هي بقى خلاص يفاق ده للكريتين اصلا وفيه جفاف شديد جدا فيها طيب نبدأ نعوض ده بايه نعوضه بالكراتين المادة بتاعتها والبروتين احنا معنا فيديوهات كمان البروتين والكراتين والكولاجين والاحماض الامنية والفايتامين اشتركوا في القناة